في فلة كبيرة جدا وفي جناح كبير كان قاعد شخص بان عليه الحزن وشخص تاني قدامه الاتنين ده الخوات واحد اسمه عاصي وده حزين جدا حزين لانه شايف اخوه اخوه الصغير عصا تعبان وحزين هو مسافر وسايبه كوي وقال له اول ما هيرجع هيعرفه على حبيبته اللي هيتجوزها ايه اللي حصل له هو قال فرق بينهم مش كبير بس هو بيعتبره ابنه من ساعة ما امهم وابوهم مات وما بقاش لهم حد في الدنيا كبر شغل ابوه وكان بيخلي باله من اخوه وهم الاتنين ادواحده قاعد عاصي وقال لاخوه والاسم عصام وبين عليه الزعل ما لك يا عصام كنت مسافر وسايبك من شهر فرحان جدا فرحان لدرجة ان انا قلت حاجة لقيت مجاهز كل حاجة الفرحة اه جا لقيت مقتقت وسايب الشركة والشهر وسايب كل حاجة من عاصل فوقتك حتى الاكل مش عايز تنزل حتى لما عرفت ان انا جيت مش عايز تنزلي فيه يا حبيبي ما لك ايه اللي متيقك كده انا انتهيت يا عصام انتهيت عصام انته ايه واخوك انته ايه انت عارف قبل ما استافر قلتلك انك هترجع تلاقيني محدد معاد الخطوبة علشان نروح نقصة من البنت اللي بحبها ايه يا ياسمين ايه تعرفت على ياسمين بنتي طيبة جدا حبيتها حبيت اكون واسط منها فاقلت لها ان انا افلت لقيتها بتقولي ان هي بتحبيني وهتفضل معي وفي ظننا مع بها ومن حوالي 15 يوم بدأت تختفي خالص عني بدأت اقول لك كنت خايفة ان الفار يأثر علينا بس انا فاقل لها الموضوع ده من زمان وكانت معايا ووقفة جنبي حتى من قبل ما انت مزات ولم رحت البيت عندها اسأل عليها اتفاجأتي بامها طلعوا هي لبسة اصغر ولم سألتها عليها قالتلي قالتلي اسوأ خبر سميته في حياتي قالتلي ان هي ماتت ماتت منتحرة ولم زالتها السبب قالتلي ان فيه بنت قاد تعرفها اسمها حياة محمد المهدي البنت دي بيتغير منها كم انها كانت يتيمة متربية في مالجة ومحدش راضي عبرها علشان كده اتدفعت فلوس لحده علشان يختصبها لما اختصبها ما اجريتش تتحمل وموتت روحها اخوك اتدمر يا سامي اتدمر يا عاصي اخوك اتده هين اه ستحول وشه للغضب مين الشيطانة مين الشيطانة من الشيطانة اللي تعمل كده في اخوه مين اللي الجرائت تأذي اخوه بالطريقة دي وتأذيه في حبيبته وتأذي انسانة بريئة وطيبة علشان كده اتكلم بغضب وقالي دي حيوانة ولازم تتحاسب والله ما هسيبها انت سافر شهر تريح بالك وكمان تمسك الشركة هناك وانا وعدك خلال الشهر ده حلاقيها وهخليها تتمنى الموت ان مش قدلتها بايدي هجبلك حقه حبيبتي بس انت معاك صورة لها او اي حاجة غير القسم ايو هم هدتني صورة للبنت وانا قلت لها ان مش هسيب حقه حبيبتي بس امها سافرت راحت تعيش عند اخوها بره البلد علشان مش متحمل اغياب بيتها تمام وريني الصورة وفعلا ادالي الصورة هو اول ما شفها انصدق وانساعتها اقوله احز وقاله هو في حاجة يا عاصي هو اول ما شفتها تبكتها دي انت تعرف البنت دي لا وانا هعرف الاشكال دي مني بس وانا جاي وانا جاي على الفيلا كانت طلع باية من قفيل شغالة فيه واريوب هنا من الفيلا وكنت اخبطها لما وقفت اتكلم معاها خدعيتي بوشها البريق ما كنتش بتخيل ان عائلة صغيرة تخدع الناس بالطريقة دي صدقني هجيبلك حقك بس انت سافر تمام وفعلا هصر عاصي ان عصام يسافر سافر عصام علشان يبدأ شغله هناك ويبدأ كمان رحلة علشان تغير حياته كله اما بقى عاصي فبدأ يخطط ويتكتك علشان يخلي حياة تقع فريسة بين ايديه هي وكل قلتها بس حياة يتيم ملاش حد وخرجة من ملجب بس معاها بنت بتعتبرها اختها واسمها فدوة والاتنين عايشين في حارة شعبية وفي يوم الاتنين كانوا نزلين الشغل هم بيشتغلوا وبيدرسوا مع بعض في نفس المكان وفجأة هم بيفتحوا الباب دخل عاصي وقال اهلا يا زوجتي راحة فين يا مادام حياة عاصل من شاوي ممكن اعرف خوف اللحظة فيه ايه تحول وشه ايه حياة ايه كمان فدوة للخوف لما شافوا عاصي وشافوا الحراس اللي برا ايه ما هو مبارح ايه جا المطعم اللي شغالين فيه وعمل مشكلة وخلاهم يمضوا على قرار فصلهم لاتنين وهم دوروا طلط الليل على شغل تاني لحد ما لقوا طب هو جاي ليه وازاي بيقول على حياة مراته حياة كلمت بخوف وقالت ايه انت عايز مني ايه وايه حياة اه اصل من شاوي دي ايه ناس محياة محمد المهدي وبعدين ايه مراتك دي انا مش فهم حاجة وبعدين هو حضرتك مبارح انا مغلطش انت اللي غلطت ورغم كده خليت مدير المطعم يفصل عايزي مني تاني وفلحت كان شديدها من طرحتها شديد شعرها وقال لها بغل وحقت ايه مبارح انت مش مضيت على قرار فتلك ايه انت مضيت على ورق جوازنا والاخت اللي وقفة دي مضت ان هي استلمت مني الشيك باثنين مليون علشان تودي الناس وهجيب الناس دي وتقول ان هي ما شافتش الشيك وان هي اخدته اسمع يا بيت انت ايه انت لا تيجي معايا من زقيت اللي اما اخلي الرجال اللي واقفين برا دول من الاسف ماينفعوش يستلو بيك انك مهما يكون محسوبا انك مراتي يستلو بقتك زيك يا تربية الملاجئ انت وهي وبعدها حسجينها بحكاية الشيك وخليها تتمنى الموت ولا تموت نفسها زي ما عملت في اسمعوش حبيبي تخويا وهنا حياه وفدوه اترعبوا الاثنين اترعبوا لدرجة انهم كانوا هيموتوا من الخوف والساعة وفدوه قالت بخوف اهنا ما عملناش حاجة ويا اسمين مي سيب اخت اه اكيد في سوق تفاهم اهنا عمرنا ما ازينا حد والله يا بي عمرنا ما ازينا حد اه عاصي كان بتعسر من جوه لانه هو احب حياه من اول يوم شافها فيه بس من ساعة ما عارف ان هي السبب في حزن اخوه وهو حالف لينتئم منها وينتئم لخدعتها ان هي بريئة قدامها والساعتها صرخ بغضب وقال اخرطي يا قصر انتو هي يا تربية الملاجم هتيجي معايا يا امراتي انتي واللي تعتبرها اختك دي والساعتها هوريكم الجحيم بس هيكون ارحم لو رفضتي ولا لا تحب تشوفي انتو هي هنا لا لا حاجة معايا بس ما تلطتوش فادو هي ملازم بفي اي حاجة تمام يلا قدام انتو الاتنين هو بدأ يجر اه من شعاره كانت ساعتها حاسة ان هي بتموت من بطيء حياه وفادوا على اختها اللي تربوا سوا وانظلموا في الميتم بسبب صاحبة الميتم المفترية كانوا الاتنين حاسين بالظلم وكانوا بعياته وصلوا الاصر ويساعتها يتكلم معاهم بكل تناكة وقال اسمعون انتو الاتنين كويس فادوة انتو ضيفة هنا معززة مكرمة طول ما اخطق الشطرة بتسمع الكلام بس لو ما سمعاش الكلام هتكون انت ضحية ايه اللي سمعانها الكلام انت بقى يا استاذة حياة انت هكوني بالنهار خدامة وبالليل زوجها لي عارفة طبعا حقوقي الزوجة على زوجها ايه وكل حقوقي انا هاخدها سواء بالرضاقي او غصبا عني اما بقى بالنسبة لبالنهار فانت خدامة في القصر ترواي وتكنسي وتعملي كل حاجة وانت يا استاذة فضل علشان ما تحسيش انك على علينا اولا حاجة هتروحي تشتغلي معاى في الشركة تمام؟ اما بالنسبة بقى لدرستكم فانت يا فدوة هتكملي اما انت يا اللي اسمك حياة انت مش هتطلع من باب القصر غير وانت قصها هو فدوة راحت الشركة معاى وحياة قعدت في القصر وكانت شخصيته اكتبعه شوية احناين عليهم وشوية عصر وايجا ليه واخد حياة قصبا عنها قطه وبدأ يتعامل معاها كنزوك كان شوية يتعامل معاها بغلد وكأنه واحد بيختصب بنا وشوية يتعامل معاها بعيشه ويقولها انه بحبها وليه عملت كده لكان عايزها تكون ملكة القلبه كان كلامه عقص بعض وعدت الليلة على حياه كان شوية تحس ان هي ملكة بين ايادة حبيبها وشوية تحس ان هي رخيصة من ايادة واحد بينتئم منها وعدت الليالي والأيام عليهم كده وفي يوم فدوة كانت تعبانا وطلب منها عاص ان هي ما تروحش الشغل وتفضل قعدة في البيت وقعدت هي واختها وفي ساعتها اتكلمت حياه وقالت انا مش عارفة في ايه يا فتى مش عارفة ساعات ساعات احس انه بحبني اوي وفي ساعات احس انه بيكرهني اوي ساعات وانا بين ايدي بتمنى مبعدش عنه لحظة واتمنى يفضل سنتي وفي ساعات احس هي ان انا مش كره حد قده وعايزة ابعد عنه بسبب معاملته انا معرفش انا عملت ايه علشان يكرهني كده صدقيني انا كمان انا مش فهمة ليه بعملك كده طب ما انا اهو المفروض كان جايبني علشان ينتقم منه بالعكس بعملني بكل احتراف طب انت تعرف من يومين في الشركة فيه بنت بس انتقرأت وهانت لما اعرفت ان انا يتيمة ومنميتة مش خلالها وطرادها من الشركة وكمان حاجات كتير بتحصل منه وبتحسسني ان هو انسان تاني غير ده انا مش عارفة فيه ايه انبارح كان واخدني في حضنه ايه طدوة واخدني في حضنه بكل حنية ومرة واحد احسيت بيه مخنوق وبيشديني الحضن وبقولي ليه حطيت الحاجة الزيبنة ليه قتلتيها ليه خليتي حد يعذبها بالطريقة البشعة دي ليه سألته مين دي ساعتها تحول وبقى من جنبي وقال ليه مش عايز يسمع صوت انا حاسة اني في حاجة انا لو فضلت لكده هموت وبالذات ان انا شكة في حاجة شكة في ايه حياة ومن امتى انت بيتخبع عني حاجة قولي انت شكة في ايه بصراحة انا شكة ان انا حامل ايو انا شكة في كده ودي تبقى واعصودة لو انا فعلا حامل حاجة ازاي وانا شايفة بس ان جوزي واخدني للي امتقام ما عرفش اعمل ايه فانا بفكر اهرب واسيب البيت انت بتقولي ايه حريات انت تجننتي اكيد انت حصل لمخك حاجة انت لو شكة انت حامل المفروض تقعودي هنا وتعرفي في ايه وجوزك بعمل كده ليه وتحاولي تخلق لابنك حياة سعيدة من اب وام ايه عايز تاخدي ابنك وتهربي يا ترى هتقدري تديله هعاوضوا الام والاب فانا وانت يتربينا في ملجأ مكانش في حنية والست صاحبة الملجأ كانت قاسي علينا عايزة تاخدي ابنك من العز بتاع ابوه وتاخديه وتقعودي في الشارع علشان يشوف المرمطة اللي احنا شفناها فانا لو منك هتعز بقى تبهدئ بس ابنك ما يشوفش العذاب ده وبعدين قوليلي هتقولي هتشتغل طيب هتشتغل ايه وانت حامل هتراعي ابنك ولا هتراعي شغلي انا معايك ومش حسيبي بس ابنك هيكون محتاج اب كل يوم هيسألك زي ما كنا بنسأل نفسنا فين ابونا وامنا هتقدر الجوبيه انت اكتر واحدة هتحسي بمشاعره لان احنا جربناها حياة سفر هي كانت تعبانة منه هي في الملجأ كان صاحبة الملجأ بتعملهم اسوأ مهمة ودلوقت جزح وللمفروض يكون ابو ابنها اللي جاي ما كانتش عارفة تعمل ايه حاصت بيها صديقة عمره وانتقيتها قالت طيب بصي انا عارفة ان انت متردد وهتكوني خايفة الكلمة معاه بص طلعه انت اوكي وهو قرب يجي من شوق انا هتكلم معاه وفعلا سمع صوت عربيته فقررت حياة تطلع قضيتها علشان لما بتتكلم معاه بيتعصر وثابت طيب تتكلم معاه لانه هو قرب من طيب واعتبرها اخته لدرجة انه هو بيحميها جدا زي ما هي قالت علشان كده قررت تتكلم معاه ويجي وقعد قدامه وفي ساعته قال خير يا طيب عايزاني في ايه في حاجة بص يا عاصبي انا اعتبرتك اخوجا ايوه كان نفسي كل ايه اخي كبير يا حميني انا وحياة من ظن الدنيا ومن برد الميتة ومن الاهل اللي رمونا ومن الناس اللي بيتكلموا علينا وبيقولوا علينا ان احنا ولاد حرام علشان كده انا اعتبرتك الاخر لما شفت فيك نسبة حنية لي لما دفعت عني لما خلتنا اشتغل شغلنا محترمة عمري ما كنت احلم بها لاني يا سيمة علشان كده انا عايز اسألك سؤال واحد ايه سبب الانتقام والقره اللي بشوفه في عينيك يمتنا سعيد ان كان انا او توقع سدان احنا عمرنا ما ظلمنا حد ولا حد عمرنا جينا على حد ويفجأة ويفعط وكأنه شاف الادة عدائه وكأنه افتقر هدف الوحيد هو التدمير للبنتين دول وقال بغضب علشان انتوا اسوأ اتنين شفتهم في حياتي رغم ده كله انا مش قادر اعملكم بنفس السوق علشان بسببكم اخويا اتضمن بسببكم حبيبته ماتي بسببكم وبسبب حقارتكم وفجأة دخل عاصي وعلى وشه الحزن وقال لا هما ملهمش زمن اخوك هو اللي غبه وبتخدع في الناس وجرق معاه في حاجة اسوأ من اي حاجة في الدنيا هو الانتقام من بنات يتلى ملهمش زمن بغير ان هما ملهمش ظهر في الدنيا عاصي بص العاصي بغضاء واستفارة عايز يعرف منه معنى كلامه ده وبساعتها اخوه فهمه وبدأ عاصي يتكلم ويقول اكيد انت عايز تفهم انا بقول كده ليه انت حقك تفهم اخوك انضحك عليه من حوالي شهر لما سافرت كان فيه عقد بينه بالراجل عنده خمسين سنة شركته في امريكا على وشق الانهيار هو مصري بس اعايش في امريكا ولما وفقت ان اعمل معايا العقد اعمل حفلة وعزمني واتفاجئت ان اجب ان امراته هي حبيبتي الميتة ولما كنت حغل العقد وهكيت له كل حاجة وهكيت له هي ان انا عايز اعرف ما عمله كده ليه لا امه هلغ الشراكة اللي ما بينا ساعت وغصب عليهم يتكلموا وهنا كانت الصدمة حبيبتي المحترمة بعد ما عرفت ان انا فلاسة كيت عايزة تسمي ايوه وملاقيش حجة تختراحها غير ان هي ماتت وامها علشان هي مديرة الميتة اللي كانوا فيه حياة وكمان صاحبتها واختها كيت عايزة تنتيم منه علشان طلوا عمرهم شاطرين عن بنتها وحلوية وكمان علشان بعد ما خرجوا بلغوا عنها واتفصلت وتحولت للتحقيق بسببه علشان كده اللفت القصة دي علشان انا انتقم منه وبعدين سافرت هي وبنتها امريكا واتجوزت الراجل الغاني وسابوا الاثنين دول يدفعوا ثمان خطأ هم مش اخطعوا فيه بس الحق علي انا اللي غبي كان لازم ادور قبل ممشي وراء اي كلام اي حد انصدم الكل من كلام عصاب اما عاصفة كان في دنيا تاني يعني هو ظلم حبيبته بهدلة علشان واه كانوا كلهم مش مصدقين بس فجأة الصدمة تحولت لكرسة لما سرخت حياه وقالت يعني ايه انت عملت فيها دا كله وقالتيني من غير سبب طلقني بقى يا اخي ورحمني انا بقولك اهو طلقني الكل بص الحياة اللي كانت منهارة وحسة بواجعة كبيرة او في قلبها بس جرت عليها توق وقالت لها انت وعيا لللي بتقولي وعيا انت حامل فهمها يعني ايه عايزة ابنك يعيش نفس المقساء اللي احنا عيشناها لا فوقي كده وبعدين هم مخلان عارفوا الحقيقة واكيد امر ما يفكر يقزيك التاني بعدين انت بتحبيه وقلت ان انت بتحسي ان هو بحبك هي بقى تحاولي تنسي وستمحي لو مش علشانه علشان خاطر ابني ايه انت حامل يا حياة بجد انت حامل سمحيني يا حياة قل غصبة عني كان كل تفكير انك ازاي تدماري بني صدقيني انا بحبك حتى من قبل ما اخويا يقولي عليك ساعة ما شفت ايه الصورة بتاعتك في ايده وانك البنت اللي تسببتي في قتل حبيبته ساعته نهار علشان كده كنت اياما بعملك حلم ايام بعملك وحش صدقيني انا بعشاء وحياتي عندي سمحيني اه مش حادر اقولك اني بسمحاك علشان اللي انت عملته كبير قوي ما تستمحش عليه بسهولة وبرده مش حادر اسيبك علشان اللي انا عشته واني عشت من غير ام واب ابني من يعيشه بس اللي عدر اقوله لك ان انت دلوقتي في ايده تخليني اسامحك او لا وانت حر وانا وعدك انه هعمل اي حاجة علشان تسمحيني بس هعيش اعمل اي حاجة علشان كنتو بس وعدت الايام وهو حاول يعوضها اوه فعلا هي بدأت تسمح حبة بحبة بس هو منساش حقها من مديرة الميتة ولفق لها قضية محترمة خلتها هي وبنتها يخشوا السجل عقب لهم عن اللي اعملوه وجوز بنتها الغني طلق بنتها وما سألش فيها علشان صمعته اما بقى بالنسبة لصحبة حياة وهي تقى فاخوه اتعلق بيها جدا وحبها واتجوزها وعاشوا هما الاربع واسرة وفكروا اول حاجة يعملوها ان هما كل واحد فيهم يخلت كتير علشان يكونوا عندهم أسرة كبيرة يحبوهم ويحبوهم ولحد هنا تكون انتعد قصتنا ما تسمعش الحد ده مبدأ قصتنا اياك تسمع من حد وتحكم على الشخص التاني لازم لا تسمع الطرفين لا اما تدور بنفسك ورا الحقيقة علشان ما تظلمش حد ولحد هنا تكون انتعد قصتنا واللي عجبه القصة ما ينسانيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرم